الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الإماراتي محمد بن زيد عددا من القضايا الإقليمية والدولية الرئيس السيسي يقض اكتماعا لمتابعة مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة زيل نسكي يحذر من هجوم روسي تزامنا مع احتفال أوكرانيا بعيد الاستقلال الثالثة مساء في توقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيتش نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم ترتبط مصر والإمارات بعلاقات قوية عبر التاريخ على كافة الأصعيدة والمستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية حيث تعد الإمارات أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط وعلى صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا وثيقا حيال القضايا الرئيسة مثل القضية الفلسطينية إضافة إلى الأوضاع بالعراق ولبنان وليبيا واليمن وسوريا وهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العالمين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آد نهيان وصرح متحدث الرئاسة أن زعيمين أقضى جلسة مباحثات تنولت تبادل الرؤى ووجات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية هذو تم التأكيد على همية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية من أجل توحيد جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حلول دائمة للأزمات في دولة المنطقة تسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتحقيق الاستقرار والسلام لشعوبها استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بمطار العالمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي يحل ضيفا عزيزا على مصر في أولى زياراته الخارجية منذ تولي سموه مقالد الحكم بالإمارات الشقيقة خارس الشرق سلام دولة الإمارات العربية المتحدة سلام 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 المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأنه تم عقد مباحثات قمة بين الزعيمين لتبادل الرؤى ووجهة النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية كذلك تم بحث موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعيدة وللمزيد من التفاصيل حول العلاقات المصرية الإماراتية ينضم إلينا الدكتور فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس تحيتي لك دكتور فرج وبعد التحية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي تأتي ناكاسا للتوجهات الحكيمة لقيادتي البلدين تتمثل في مواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المتبطة بإرساء السلام كيف تقيم جهود البلدين في هذا الشأن أعتقد مساء الخير على حضرتك أعتقد المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي هي تؤسس إلى مرحلة حراك ومرحلة تعاون عربي كبير خصوصا أن الجانب المصري والإماراتي يشهد يعني تؤامة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وده هينعكس بالتبعية على حجم الاستثمارات ما بين البلدين ويمكن إحنا شاهدنا مؤخرا في نهاية مايو المواضي توقيع شراكة ما بين مصر والإمارات والأردن بإجمال استثمارات قد تصل إلى 10 مليارات دولار بالإضافة طبعا إلى أنه الاستثمار الإماراتي في مصر يمكن ذات بنسبة 29% في السنة الأخيرة ده إندلة فيدل على أن الجانبين بيخطوا قطوات جادة نحو تعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية بهدف يعني تعميق التعاون العربي من خلال دخول عدد من الأطراف العربية للدول العربية الشقيقة في إحداث عملية تنمية مستدامة لكافة الزوات دكتور فرج هناك رؤية مشتركة بين البلدين وهناك أيضا زيارات متبدلة تؤكد أهمية التنسيق حيال القضايا الرئيسة ما أهمية هذا التنسيق والتشاور بشأن القضايا العربية الرئيسة مثل القضايا الفلسطينية والأوضاع بالعراق وليبيا فعلا هو الفترة الحالية العالم كله بيشهد نوعا من الحراك الغير مسبوق وبالتالي الجانب العربي كان مهم جدا أن مصر تتحرك بجانب الدول العربية لتوحيد موقفها تجاه الدول أو القضايا الإقليمية والدولية ويمكننا شاهدنا هذا الكلام في قمة جدة للأمن والتنمية وشاهدنا في عدد من اللقاءات يعني تزامن زيارة الرئيس الدولة في الإمارات مع رئيس الدولة المصرية في فرنسا خلال الشهر اللي فات وكمان توحيد الاتجاهات والرؤى العربية الموحدة تجاه القضايا الأساسية وطبعا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوصول إلى حل جزري لتلك القضية بالإضافة طبعا إلى التعزيز والتأكيد على سبل التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والعمل على سياغة رؤية عربية مشتركة تجاه عدد من القضايا الاقتصادية ويمكن يجي في مقدمتها قضية التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول بالإضافة طبعا إلى الأزمات الرهنة الخاصة بالارتفاع في متويات أسعار النفط والطاقة والغذاء العالمي إلى آخره من القضايا الدولية الحالية والرهنة التي يمكن أن تأثر بشكل كبير جدا على عدد من الدول ويمكن منها الدول العربية دكتور فارج رأينا في السابق الشركات الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية برأي كيف يمكن تدعم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار في هذا الشأن نشير إلى نقطتين مهمين الأولى هو لماذا الجانب المصري أو المناخ المصري يستهدف بشكل كبير للإستثمارات الخليجية نقول أن الارتفاع في المستوى العام للأطعار العالمية وخصوصا في الدول المتقدمة دعوا بشكل أساسي إلى تراجع العوائد الاستثمارية للفوائد المالية لهذه الدول يعني الدول الخليج تستثمر في العديد من الدول العالم وبالتالي استقرار بشكل كبير البيئة الاستثمارية في مصر دفع بشكل كبير دخول استثمارات خليجية كثير هنا في الدولة المصرية الاتجاه الثاني هو تعزيز الشراكة في قطعات ذاتها اهتمام مشترك ما بين الدول هنلاقي أنه قطاع اللوجستيات أو النقل هيحظى به اهتمام باله خلال الفترة اللي جاية خصوصا أنه مصر داشنت يعني يمكن في تاريخها أكبر قاعدة أساسية من البنية التحتية من مواني ومطارات إلى آخره من البنية التحتية اللي ممكن تستقبل استثمارات كبيرة بالإضافة طبعا إلى أنه القطاع الصناع هيحظى بشكل كبير باهتمام مشترك ما بين الدول العربية ومصر خصوصا في عدد من الصناعات كانت موجودة في أقاليم في العالم وجراء جائحة كورونا أدرك العالم والشركات الدولية بالتأكيد دكتور فارغ ضرورة تنويع هذه الاستثمارات ودخولها إلى جنب المسجر أشكرك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور فارغ عبدالله أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس شكرا جزيلا لك تحظى العلاقات والمصرية الإماراتية باهتمام كبير من قبل البلدين على كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تأتي العلاقات بين القاهرة وأبوظبي إنعكاسا للتوجهات الحكيمة لقيادتي البلدين تتمثل في مواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم جهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضرات والثقافات علاقات عميقة الجذور قائمة على الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية تلك هي العلاقات المصرية الإماراتية ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام ودعم وهود استقرار المنطقة ومكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز الحوار بين الحضرات والثقافات وشهدت تلك العلاقات تطوراً كبيراً ونوئياً في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها خصوصية العلاقات بين القاهرات وأبو ظبي وصل ذروتها خلال الفترة الحالية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وانعكس ذلك في الزيارات المتبادلة والمتكررة لقادة الدولتين في إطار توطيذ العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون في كافة المجالات زيارات تبرز مدى عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية التي تمتد جذورها إلى الراحل العظيم الأب المؤسس الشيخ زايد آل نهيان لتزداد عمقاً ورسوخاً في عهد الرئيس السيسي ولتصبح النموذج الأبرز للعلاقات العربية العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات وعلى صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقاً وثيقاً حيال القضايا الرئيسية مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية الرؤية المشتركة بين البلدين يتجسد بعضها في أهمية التسوية السياسية لتلك الأزمات حقناً للدماء وحفاظاً على مقدرات الشعوب وصوناً للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظاً على وحدة الأراضي العربية وسلامتها ويتافق البلدان كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصةً جهود مكافحة الإرهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها فضلاً عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تطوراً كبيراً حيث تعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصدرات المصرية وتستقبل سنوياً نحو 9.7% من إجمالي صدرات مصر للعالم وتسهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثمارتها عن 14 مليار دولار من خلال مذكرات التفاهم المواقع بين الجانبين لتعاميق التعاون المشترك علاقات مصر والإمارات في المجال الاقتصادي والتجاري تعد نموذجاً للعلاقات العربية والإقليمية حيث تعد السوق الإماراتية الوجهة الأولى للصدرات المصرية وتستقبل سنوياً نحو 9.7% من إجمالي صدرات مصر للعالم بدورها تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثماراتها عن 14 مليار دولار من خلال مذكرات التفاهم المواقع بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصرية بعد عام 2013 شهدت تلك العلاقات تقارباً وتعاوناً بشكل مكثف وبالنسبة للتبادل التجاري تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية كما تمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي ويعتبر صندوق أبو ظبي للتنمية من أهم شركاء التنمية في مصر فضل عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار عبر شركة أبو ظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي تعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي حيث نمت الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخراً بنحو 300% كما تعمل أكثر من 1165 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات من بينها البترول والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعقارات والبناء حيث تعد مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية ونائبي وزير المالية للسياسة المالية والخزانة العامة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول إطلاع ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة وقع لواء أركان حرب إيهاب محمد الفيومي مدير كلية الدفاع الجوي بروتوكولة تعاون مع الأستاذ الدكتور سعيد محمد علام عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية يهدف البروتوكول إلى تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كلية الدفاع الجوي لرفع درجة تأهيلهم علمياً وعملياً للخدمة بالقوات المسلحة كما ينظم البروتوكول ألية تقديم المساعدة العلمية والبحثية والمشورة الفنية بين الجانبين يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تمنح لخريجي كلية الأكاديمية العسكرية المصرية خاصة خريجي كلية الدفاع الجوي للحصول على درجة الباكلريوس في الهندسة بنظام الساعات المعتمدة وقعت القوات المسلحة وعقدة إنشاء المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية بالتعاون بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة وشركة سيمكس الأمريكية وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة بمصر وأكد مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي اللواء طبيب خالد عيسى عامر حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي بما يمكن من توفير منظومة طبية متكاملة وفقا لرؤية الدولة للجمهورية الجديدة مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء المركز الدولي للخلايا الجذعية على أحدث ما وصل إليه علم الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي عقب ذلك وقع مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي ممثلا عن القوات المسلحة اللواء طبيب خالد عيسى عامر ورئيس شركة سيمكس الأمريكية المنفذة للمشروع أندرو راموس على عقد إنشاء المركز الدولي البحثي والذي سيتم إنشاؤه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ممثلة في إدارة المشروعات الكبرى وشركة هيل انترناشنال لتقديم خدمات الاستشارات وإدارة المشروع وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي تم كانت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 470 قضية تموينية بمضبطات بلغت قرابة 156 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 6 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 150 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 722 قضية من بينها 44 قضية خبز ناقص الوزن و 46 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط قرابة 6 أطنان أقماح محلية حفى رئيس الأوكراني فلوديمير زيل نسكي الأوكرانيين على توخي الحظر هذا الأسبوع ومع استعدادهم للاحتفال بعيد استقلالهم وأحذر زيل نسكي في كلمة مصورة من هجوم الروسي مع استعداد أوكراني للاحتفال بعيد الاستقلال وقال زيل نسكي أنه يجب على الأوكرانيين عدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم أثناء إحياء ذكرى مروري 31 عاما على الاستقلال عن الحكم السوفيتي تزايدت حدة وطيرة الأزمة الأوكرانية مع اقتراب احتفال كييف بعيد الاستقلال عن الحكم السوفيتي والذي يواثق الرابع والعشرين من أغسطس من كل عام وسط العديد من التحذيرات الأوكرانية من ارتفاع الهجمات العسكرية الروسية الرئيس الأوكراني فلوديمير زيل نسكي وجه رسائل تحذيرية مطالبا الأوكرانيين بعدم السماح لموسكو بنشر اليأس والخوف بينهم مع الاحتفال بذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال وأشر إلى أن القوات الروسية قد تسيء استغلال يوم استقلال بلاده بشكل خاص من أجل شن هجمات عليهم أما في موسكو فما زالت التحذيرات تحهم حول محاطة زابوريجيا للطاقة النووية التي سيطرت عليها القوات الروسية وما زالت تتعرض للقصف وأعربت موسكو عن قلقها من أن تلك الضربات قد تتسبب في كارثة غير مسبوقة في واحدة من أكبر محاطات الطاقة النووية في أوروبا وتتواصل المعارك الشرسة شرق وجنوب أوكرانيا حيث تحاول روسيا إحكام السيطرة ونجحت القوات الأوكرانية في التصدي لهجمات روسية وقال مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية شنت ضربة عسكرية بالقرب من محطة في جنوب أوكرانيا وقصفا جديدا بالقرب من محطة زابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا مما أثار مخاوف جديدة من وقوع حادث النووي خلال الحرب ذكرت سلطات مقاطعة زابوريجيا المعينة من قبل موسكو أن القوات الأوكرانية استخدمت السلاح الكيموي بدعم من جانب الاستخبارات الغربية وفي مقدمتها الأمريكية والبريطانية وأضافت سلطات زابوريجيا أن كييف طلبت في فبراير الماضي من حلف شمال الأطلسي النيتو شحنة كبيرة من سطرات الحماية البيولوجية إضافة إلى سيارات الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو عن بدء الوزارة في إنتاج صواريخ سيركون فرط الصوتية وقال شويجو في تصريح لقناة روسيا واحد أن الوزارة بدأت في إنتاج صواريخ سيركون بكميات ضخمة حيث وقعت في منتدى الجيش 2022 عقودا بقيمة نصف تريليون رابل تقريبا مضيفا أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل أيضا انتاج صواريخ كينجال أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي سنتر بلاديمير داكباروف أن التوترات بين روسيا والنيتو ستتراجع بمجرد استماع الحلف لمباررات موسكو حول القضايا الأمنية وقال داكباروف أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لضمان أمنها لافتا إلى أن موسكو حذرت الحلف مرارا وتكرارا من تجاوز الخطوط الحمراء غادرت أربع سفن محملة بالمواد الغذائية موانئ منطقة أوليسا الأوكرانية ليرتفع عدد السفن التي غادرت الموانئ البحرية الأوكرانية لتصدير محاصيل الحبوب المختلفة إلى الدول الأخرى إلى 31 سفينة بعد 20 يوما من إطلاق مبادرة ممر الحبوب وكانت أوكرانيا والأمم المتحدة قد وقعتا تفقية في 22 يوليو الماضي لإطلاق مبادرة النقل الآمن للحبوب والمتاجات الغذائية الأوكرانية من موانئ أودسا وتورنوموراسك وبيفيديني أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 12 طائرة وخمس سفن صينية حول الجزيرة بينها خمس طائرات عبرت خط منتصف مديق تايوان فيما تواصل بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة هذا وشرعت بكين في إجراء تدريبات بالقرب من تايوان في وقت سابق من الشهر عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيليوسي للجزيرة التي تعتبرها الصين تابعة لها رغم الاعتراضات الشديدة من حكومة تايبيه ذكرت صحيفة يوميوري اليابانية أن توكيو تدرس نشر ألف صاروخ كروز طويل المدى للتعزيز قدرتها على الهجوم المضاد لمواجهة الصين قالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية أنه سيتم توسيع مدى الصواريخ من 100 كم إلى 1000 كم وتصعدت حدة التوترات الإقليمية هذا الشهر بعد زيارة نانسي بيليوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي ولكن الصين تعتبرها إقليميا تابعا لها ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن أعلنت شركة الغاز الروسية العملاقة جاسبروم أنها ستعلق تسليم الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنبيب نوردستريم واحد لمدة ثلاثة أيام بسبب الصيانة وحذر عمدة لندن صادقان من أن ملايين البريطانيين قد لا يجدون ما يكفي من الطعام والتدفئة في الشتاء المقبل بسبب ارتفاع الأسعار وتشير التوقعات من شركات الاستشارات الطاقة في المملكة المتحدة إلى أن العائلات البريطانية ستدفع زيادة بنسبة 80% على فواتير الطاقة في أكتوبر بدأ أكثر من 1900 عامل في أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا إضرابا لمدة ثمانية أيام وسط تحدثرة من أنه قد يؤثر بشكل خطير على تجارة وسلاسل الإمدادات أعلنت إدارة الميناء أنها ستفعل خطة طوارئ وستعمل على الحد من الإضرابات خلال الإضراب هذا وحذرت شركات شحن من تأخيرات بسبب إجبارها على إجراء تغييرات في رحلات سفونها يأتي ذلك في أحدث حلقة من الإضرابات في بريطانيا حيث تطالب النقابات بأجور أعلى لأعضائها الذين يواجهون أزمة تكلفة المعيشة قللت ليز تراس المرشحة لقادة حزب المحافظين من احتمال حدوث ركود اقتصاديين في بريطانيا رغم الارتفاع المستمر في تكليف المعيشة وبلغ معدل تدخل في بريطانيا أعلى مستوى له منذ فبراير عام 1982 وأثر ارتفاع تكليف الطاقة الناتج عن العملية الروسية في أوكرانيا على المستهلكين مع قرب إعلان اسم زعيم حزب المحافظين في بريطانيا تتصدر كلمات إنعاش الاقتصاد المتراجع خطبة وتصريحات ليز تراس وريشي سوناك المرشحين لتولي منصب رئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون ليز تراس وهي المرشحة التي تتصدر استطلاعات الرأي قللت من احتمال حدوث ركود اقتصادي في بريطانيا كما طمأنت البريطانيين بأن المساعدة على الطريق على الرغم من الارتفاع المستمر في تكليف المعيشة وتعارض تراس مقاربة منافسها سوناك بشأن كيفية التعامل مع وضن اقتصادي واقتماعي غير مستقر حيث تجاوز التضخم نسبة 10% وتصاعدت الاضرابات في العديد من القطاعات احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية ووعدت تراس بخفض كبير للضرائب بينما يريد خصمها أولا خفض التضخم الذي تسبب في انخفاض تاريخي في القدرة الشرائية للأسر البريطانية في تلك الأثناء أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة هذا وتتوقف شبكة النقل في لندن بين حين وآخر إثر تنظيم عمال القطارات والحافلات إضرابات بسبب الأجور وظروف العمل حيث يؤثر التضخم على قيمة الأجور وبلغ معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى منذ فبراير من عام 1982 حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على المستهلكين بشكل مباشر من خلال ارتفاع فواتير منازلهم وبشكل غير مباشر من جراء زيادة أسعار المواد الغذائية أعلن وزير الهجرة النيوزيلاندي مايكل وود أن بلاده ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جثب 12 ألف عامل العام المقبل من خلال مخطط للعمل في أيام العطلات للسد النقص في العمالة وقال وزير الهجرة النيوزيلاندي أن هذه الإجراءات تتعلق بتوفير المساعدة الفورية لتلك الشركات التي تضررت بشدة من نقص العمالة عالميا مشيرا إلى خطوات أخرى تشمل تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين في قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء وكذلك في مجالات البنية التحتية ومعالجة اللحوم والمأكلات البحرية وسياحة المغامرات أكدت وزارة الخارجية تضمن مصر الكاملة مع الأبرياء من ضحايا جرائم الجماعات الإرهابية في مصر ومختلف أنحاء العالم وذلك بمناسبة اليوم الدولي لتخليد ذكرى ضحايا الإرهاب الذي يواكب 21 من أغسطس من كل عام وفي بيان لها أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها القوية للإرهاب بكافة أشكاله وصوره مشددة على أهمية أن نبقى متحدين ضد كل من يسعى لزرع بذور الفرقة والقراهية في مجتمعاتنا دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش إلى عالم خال من الإرهاب وذلك بمناسبة احتفاء الأمم المتحدة باليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب يذكر أن الجماعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت يوم 21 من أغسطس يوصفه اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وذلك لتكريم ودعم ضحايا الإرهاب والنجين منه وتعزيج وحماية تمتعهم الكامل بما لهم من حقوق الإنسان وبحريتهم الأساسية ترجمة نانسي قنقر أنهت القوات السومالية هجوما شنته حركة الشباب الإرهابية الجمعة على فندق في مقاديش وبقيت متحصنة فيه لأكثر من 30 ساعة وأنقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول سومالي قوله إن قوات الأمن أنهت الحصارة وأصفرت العملية عن قتل المسلحين مضيفا أن الحكومة ستقدم أحاطة إعلامية حول الهجوم هذا ولم يعطي المسؤول أي معلومات حول الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجوم أو حول حصيلة قتل حركة الشباب الإرهابية دعا رئيس كولومبيا جوستافو بيترو الجيش لبناء السلام وذلك بعد تولي قائد الجيش الجديد مهامه رسميا بعد سنوات من العنف في البلاد قام بيترو في الثاني عشر من أغسطس بتبديل القيادة العسكرية بالكامل بما فيها قيادة الشرطة مشددا على أن مهمة القوات المسلحة ستكون قفض العنف والإجرام وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وأحدث الرئيس الكولومبي هذه التغييرات في وقت يعتزم فيه تحريك مفاوضات السلام مع جيش التحرير الوطني والدخول في محادثات مع مهاربي المقادرات من أجل أن يقضعوا للقضاء نواصل تقديم نشرة الأخبار تواصل القوافل الطبية أعمالها بقرى محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هذا وتوافد المئات من أبناء قرية بنيان بحري التبع لمركز ذراو في أسوان على القفلة حيث تم إجراء الكشف وصرف العلاج بالمجانة من جنبهم عبر أبناء القرية عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي لمساعدتهم في توجد هذه القفلة التي وفرت عليهم عناء التنقل لعيادات الأطباء وتكبد مصاريف العلاج نحن النهاردة في قرية بنبان بحري التابع لمركز ذراو بيتوجه لقرية المستهدفة بنفس فيها قفلة على مدار يومين بيتوجه المواطن للحصول على خدمة طبية في التخصص المطلوب فيقوم بتوقيع الكشف الطب علي الدكتور الأخصاء والاستشاري في كل تخصص لو محتاج علاج دوايا محتاج أشعة عادية أو أشعة صنار أو محتاج تحليل بيعملها عندنا في القفلة بالمجان لو محتاج رعاية سينوية تدخل جراحي أو أشعة مقطعية أو رئيس مغناطيسي أو منظار أو إذا كان من أصحاب الأمراض المزمنة بنوجهه الغارة بمستشفى تابع المدير الشرور الصحية بنستكمل بها الإقراءات وبنستصدر قرار علاج على نفقة الدولة للحصول على علاج الشهري نشكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهد المتواصل للقافلات الطبية اللي بتجينا على طول في قرية بمبان والناس متواجدة وعاوزين الموضوع يستمر إن شاء الله على مدة طويلة افتتحت محافظ دميات منال عوض الدورة الثالثة من معرض الكتاب بمدينة رأس البر والمقام على مساحة ألف متر مربع وتستمر فعالياته حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري وأشرت منال عوض إلى أهمية إقامة تلك المعارض خاصة بالمدن الساحلية وذلك نظرا لتردد عدد كبير من الزائرين خلال فصل الصيف لافتة إلى أن المحافظة ووزارة الثقافة حققتا خطوات كبيرة لتنفيذ سلسلة دورات من المعرض كما أكدت منال عوض أن أدوات القوى النعيمة تعد أحد أهم العناصر في الحفاظ على الهوية الثقافية وتشكيل الوعي والفكر الإبداعي لدى أطياف المجتمع ده بيوفر للزائر رأس البر من كل المحافظات ومن كل الفئات أنه يكون بيقرأ ويوفر له المعرفة والثقافة بنشكر كمان دار الكتاب عاملين النهاردة معرض كبير على مساحة ألف متر فيه عندنا حوالي 27 دار نشر موجودة كمان بالإضافة إلى فيه حفلة فيه محرجان اسمه صيف بلدنا معمول بأنه برضو كام سنة بنعمله في المصايف إن شاء الله النهاردة فيه حفلة وفيه بعض الفرق اللي موجودة معنا فرق الشعبية اللي موجودة في راس البر علشان نمتع المصطفين والرواد راس البر البرنامج اللي بيركز على محافظات بحري في الصيف وخصوصا المحافظات السحلية وعلى محافظات الصعيد في الشيطة واللي بيكمل كل سنة أكتر من مئة معرض كتير منهم بمشاركة النشرين وقطاعات وزارة الثقافة المختلفة المعرض السنة دي بيتميز بأنه بيطرح ضمن مبادرة ثقافة الكتابك الكتب الأرخص سعرا والأعلى جودة اللي بيشارك فيها خطاعات وزارة الثقافة وكتبها لا تزيد عن عشرين جنيه بالإضافة للتعاون مع هيئة قصور الثقافة اللي بتقدم برنامج صغيف بلدنا ببرنامج فني متنوع لجمهور المعرض احنا مستمرين ان شاء الله لغاية نهاية شهر أغسطس في جميع المواقع اللي أنا سبق وذكرتها ان شاء الله كل عام بنضيف مواقع أخرى مواقع جديدة بيتم اعتماد فرق فنية جديدة بتشارك معنا اعتقد ان الحمد لله المستوى الفني نسبة القبول من قبل الجماهير كبير وجيد ان شاء الله بنتمنى كل الخير للهيئة لعمل أغسطس الثقافة والفرقنا الفنية وعندنا دلوقتي بدأت المشاركات الخارجية بعد فترة التوقف بسبب أزمة كورونا بدأت الفرق الفنية التابعة للهيئة تشارك في مهرجنات دولية الحمد لله دائما وابدا وزارة الثقافة بتشتغل قطاعاتها كلها مع بعض يعني احنا عندنا إلى جوار الفعاليات اللي بتتم في معرض الكتاب عندنا الفعاليات أيضا هي صيب بلدنا وكان عندنا النهاردة فرق فنية من مختلف المحافظات في الجمهورية بتشارك في صيب بلدنا للمصطفين على هامش معرض الكتاب احتفلت جامعة سهاجة بتخريج الدفعة السابعة عشر لطلاب داو الهمم والدفعة الأولى للطلاب الصم وضعاف السمع شهدت الجامعة تفوقا ملحوظا للطلاب من داو الهمم في مختلف الكليات حيث سجل عدد كبير منهم مراكز متقدمة في ترتيب الخرجين هذا وأعلنت جامعة سهاجة عن دعمها الكامل لطلابها من داو الهمم حتى بعد التخرج احنا النهاردة جايين نحتفل بأول سنة لأولادنا بالأعاقة السمعية انهم أول سنة لهم في وجودهم في كلية التربية النوعية وهم كانوا السنة اللي فاتت معانا في سنوي ولما دخلوا الكلية بقينا معاهم متواصلين معاهم كنا بنيجي نحضر المحاضرات بنترجم الإشارة كل محاضرة بندخل معاهم بنترجم الإشارة لهم ده التطوع منينا ليهم ما كناش بناخد عليه أجر فكنتول السنة احنا بنترجم لهم الإشارة بدون أجر ودي أول دفعة خلصت الفرقة الرابعة أداب درسات إسلامية والحمد لله تخرجت بتجدير عام تراكمي اللي هو أربع سنين جيد جدا مع مرتبة الشرف الحمد لله الجامعة كانت بتساعدنا كتير في موضوع الامتحانات على الكمبيوتر لاني أنا من أول ما دخلت الجامعة ومن سنة أولة بمتحن على الكمبيوتر بدون مرافق فطبعا يعني ده ساعدني كتير إن أنا أوصل لتجدير كويس بدون أي مساعدة من أي حد في الامتحانات النهاردة أنا تخرجت من كلية درسات كلية أداب قسم درسات إسلامية أنا بحب طبعا أشكر الجامعة النهاردة على تقديرها لنا وحبها لنا والحمد لله كان متوفر لنا الكمبيوتر كنا من امتحن على الكمبيوتر وأنا فرحانة بجد أن أنا في ضلت أربع سنين أنا أمتحن على الكمبيوتر وكانت بتوفر لنا نحن نطبع الكتب بطريقة برايل أصدر وزير التجارة والصناء أحمد سمير ووزير الزراعة والسصلاح الأراضي السيدة القصير قرارا مشتركا بشأن نظام تداول القطنة الزهري لموسم 2022-2023 وأنص القرار على أن يكون تداول أقطان الاكثار وغيرها من الأقطان في كافة المحافظات لموسم 22-23 وفقا لأحكام نظام التداول الملحق بهذا القرار ويحدد القرار اختصاص اللجنة بوضع الأسس والإطار الاستراتيجي لتنفيذ نظام تداول الأقطان لمحصول 2022-2023 ومتابعة تنفيذ نظام تداول محصول القطن في مراكز التجميع المختارة واعتماد الهيكل التنظيمي والموازنة التقديرية للمشروع وآليات التنفيذ إلى جانب اعتماد أسل استحديد أسعار فتح المزادات بمراكز التجميع وتحديد قيمة التأمين لدخول الشركات التجارية المسجلة بالمزادات إلى البرصة المصرية التي سجلت مؤشرتها سعودا جماعيا لدى إغلاق التعملات اليوم وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين قبلتها مبيعات للمستثمرين العرب والأجانب سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالسوق مستوى 693 مليارا وستمائة مليون جنيه وسط تدولات بلغت نحو مليارين وثلاثمائة مليون جنيه على صعيد المؤشرات سعد مؤشر إي جي أكس ثلاثون بنسبة اثنين وتسعة وثلاثين من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى عشرة ألاف وثلاثمائة وخمس وثلاثين نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس سبعون متساول أوزان بنسبة واحد وستة وستين من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى ألفين ومائة وخمس وتسعين نقطة صعد مؤشر إي جي أكس مائة متساول أوزان بالنسبة واحد وخمس وثمانين من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى ثلاثة ألاف ومائة وإحدى وخمسين نقطة انتهت نشرة الأخبار وليكم أهم ما جاء فيها الرئيس السيسي يبحث مع نظيري الإماراتي محمد بن زايد عددا من القضايا الإقليمية والدولية الرئيس السيسي يأقد اجتماعا لمتابعة مؤشرات أداء السياسة المالية للدولة زل نسكي يحذر من هجوم روسي تزمنا مع احتفال أوكرانيا بعيد الاستقلال مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة